بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتساءل البعض عن إمكانية التقارب بين أنقرة والرياض بعد التواصل بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس رجب طيب أردغان أثناء نعقاد قمة العشرين وكذلك التصريحات الإيجابية من وزير الخارجية السعودي والتي جاءت بعد هذا الاتصال يسألون عن دوافع هذا التقارب ومدى هذا التقارب هل أسبابه اقتصادية أم سياسية هل له علاقة بفوز الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وتصريحاته وسياساته المختلفة عن سلفه ترامب هل بسبب ملفات أخرى كل هذه التساؤلات تحتاج إلى أجوبة أردنا مع حضراتكم أن نتابع ذلك سويا من منظور واقعي لا يطمح البلدان حاليا لتطوير علاقاتهما إلى ما يشبه التحالف الاستراتيجي إذن هذه العلاقة من المتوقع أنها تكون علاقة أقل من التحالف الاستراتيجي لكن كل منهما يسعى لتخفيف الآثار الضارة لسياسات المناكفة المتبادلة والتدخل والانحياز إلى طرف ضد آخر في الصراعات التي تشهدها المنطق هذا تحليل وتقرير من يني شفق التركية وهي صحيفة قريبة من الحزب الحاكم يقول هذا التقرير قد تجد السعودية نفسها أمام ضرورة المضي قدما بالتقارب مع تركيا في المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي على أقل تقدير لحاجة البلدين إلى مثل هذا التقارب في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة مع احتفاظ كل منهما بسياساته الخارجية ومواقفه من ملفات الصراعات بالمنطق وفي ذروة الحملة الإعلامية الموجهة ضد تركيا ومقاطعة منتجاتها بادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قبيل عقد قمة العشرين افتراضيا بالاتصال بالرئيس التركي رجب طيب أردغان لتأكيد رغبة المملكة بإبقاء قنوات الحوار مفتوحة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية القضايا الخلافية ومع حقيقة الحملات الإعلامية المتبادلة وواقع الاستقطاب في عموم المنطقة بين محورين تقف كل من تركيا والسعودية في المحور المنافس للآخر إلا أن أنقرة والرياض ظلت حريصتين على إبقاء العلاقات الرسمية ضمن حدود الاعتيادية غير العذائية وتصاعدت الحملات الإعلامية السعودية ضد تركيا والمطالبة بمقاطعة المنتجات التركية بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لمقتل الصحف السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018 وتتبنى تركيا سياسة الدفع باتجاه تحقيق العدالة سواء عبر محاكم تركيا لا تزال تنظر في قضية أكثر من 20 متهما بالمسئولية عن حادثة الاغتيال أو عبر حث المجتمع الدولي للضغط على السعودية من أجل إجراء محاكمات غير مسيسة للمسئولين عن مقتل خاشقجي وهم من المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي تشير تقارير استخباراتية أمريكية إلى مسئوليته المباشرة عن إصدار أوامر القتل وتنفي السعودية رسميا مسئولية ولي العهد كما أنها أجرت محاكمات لمتهمين انتهت إلى نتائج كانت محل انتقاد دول ومنظمات منها الأمم المتحدة على لسان كلمار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء ويعتقد مراقبون أن هامش حرية التعبير في السعودية لا يسمح بشن حملات إعلامية واسعة النطاق أو تنظيم حملات شعبية لمقاطعة المنتجات التركية دون توجيه حكومي رسمي غير معلن ظهر جاليا في تصريحين لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان دعا فيهما إلى مقاطعة استيراد المنتجات التركية ووقف حركة السياحة والاستثمارات السعودية في تركيا واتهامات سابقة أوائل هذا العام من وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير لتركيا برعاية ودعم الميليشيات المتطرفة في ثلاث دول عربية بما فيها سوريا لكن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نفى قبل أيام أي شكل من أشكال المقاطعة غير الرسمية للمنتجات التركية مشيرا إلى أن العلاقات مع تركيا طيبة وودية ولاحظ متابعون أن وطيرة الحملة الإعلامية الموجهة ضد تركيا ومقاطعة منتجتها قد تراجعت إلى حد كبير بعد اتصال العاهل السعودي بالرئيس التركي واقتصرت على حسابات ليس من بينها حسابات لأفراد من الأسرة الحاكمة أو مغردين مشهورين محسوبين على التوجه والحكومة وعلى خلفية ما يتحدث به أولئك المغردون باستمرار الحملة الإعلامية في الصحف ومواقع تركيا ضد السعودية عاد هؤلاء الثلاثاء 26 نوفمبر لتدشين حملة جديدة ضد تركيا في مواقع التواصل الاجتماعي مع دعوات لاستمرار مقاطعة المنتجات التركية وتعاني كل من السعودية وتركيا من تداعيات متغيرات يفرضها واقع تراجع الاستصاد العالمي جراء انتشار جائحة كورونا على الدول المرتبطة بمصالح مشتركة لتصفية خلافاتها العالقة وضرورة إعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها وكذلك مع الدول الأخرى وإنهاء التوترات الإقليمية وتخفيف حدة الصراعات في ساحات عدة ذات اهتمام مشترك مثل سوريا واليمن وليبيا وغيرها ووفقا لمحللين غربيين فإنه مع اقتراب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإدارة البيت الأبيض تسعى السعودية إلى تصفية بعض الملفات الخارجية ويبدأ خطاب رسمي أكثر ليونة تجاه خصومة تركيا وقطر حيث أكد وزير الخارجية السعودية أن بلاده تواصل سعيها لحل الخلاف مع دولة قطر بعد معالجة مخاوف أمنية مشروعة ولا يرجح أن نوصف ما حدث من اتصال هاتفي بتقارب سعود تركي على صلة بالإدارة الأمريكية الجديدة التي لرئيسها بايدن مواقف معلنة قريبة من سياسات الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما بدعم الاتفاق مع إيران وإثارة ملفات حقوق الإنسان وهي سياسات تنظر إليها السعودية على أنها أقل ودية من سياسات سلفه دونالد ترامب الذي عطل مرات عدة مشاريع قرار في الكونجرس الأمريكي لمعاقبة السعودية على مقتل خاشقجي وحرب اليمن وكذلك على معاقبة تركيا على وصفقة منظومة الدفاع الجو الروسية اس ربعمية وطيلة سنوات منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017 ظلت السعودية وتركيا على خلاف في ملفات خارجية مثل سوريا وليبيا إلى جانب وقوف تركيا ضد الحصار الذي فرضته السعودية ودول أخرى على قطر وكذلك ما يتعلق بحادثة اغتيال جيمال خاشقجي في اسطنبول والموقف المتباين من ثورات الربيع العربي وحركات الإسلام السياسي مثل جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت هيئة كبار العلماء السعودية قبل أيام بأنها منظمة إرهابية لا تمثل الإسلام وتسعى للاستلاء على الحب وعلى ما يبدو فإن زيادة التهديدات الإيرانية التي تتعرض لها السعودية عبر القوى الحليفة لها جماعة الحوثي وغيرها تفرض عليها تخفيف التوترات مع الدول الإقليمية الفاعلة ومنها تركيا التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران يمكن القول أن العلاقات التركية السعودية على الصعيد الرسمي المعلن ستحافظ على تأكيدات العاهل السعودي بضرورة استمرار قنوات الحوار مفتوحة بين البلدين بينما ستتواصل الحملة الإعلامية وحملات مقاطعة المنتجات التركية في مواقع التواصل الاجتماعي من منظور واقعي لا يطمح البلدان لتطوير علاقتهما إلى ما يشبه التحالف الاستراتيجي لكن كل منهما يسعى لتخفيف الآثار الضارة لسياسات المناكفة المتبادلة والتدخل والانحياز إلى طرف ضد آخر في الصراعات التي تشهد المنطقة بالإضافة إلى سياسة الاستقطاب الدولي والإقليمي ودخول هذه الدول في محور مضاد ومنافس للمحور الآخر بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى هذه المحطة الهامة المتعلقة بالتقارب السعودي التركي ودوافع هذا التقارب وذكرنا أن لها أسباب سياسية وأسباب اقتصادية وأسباب عسكرية وأسباب أمنية إضافة إلى المدى لهذا التقارب قلنا أن هذا التقارب دون التحالف الاستراتيجي ولكنه من باب كف الأذى أو إنهاء السياسات الضارة لكلا الدولتين متابعين الأعزاء أتمنى أن أكون قد أوصلت لحضراتكم ما يتعلق بهذا الموضوع وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة